تعتبر حكومة البحرين رائدة في تبني التقنيات المتقدمة لخدمة المواطنين والمقيمين وذلك ضمن سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها المملكة تنفيذا لتوجيهات ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومية مملكة البحرين تمتلك قصة نجاح متميزة في سياسة التحول الرقمي من خلال مشاريعها ومبادراتها النوعية الأمر الذي أسهم في تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي في الدورة القادمة لمدة عام واحد لتحقيق مستقبل الرقمي للجميع تمضي مملكة البحرين قدما في تنفيذ سياستها المعنية في التحول الرقمي وفق رؤى وتوجيهات حطرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومضامين الخطابات الملكية السامية التي جعلت من التحول الرقمي منهجية عمل وطني رائد لمستقبل المملكة في المجالات كافة وتنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد المعظم عملت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيقها عبر قيام كافة مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة في الانتقال للتحول الرقمي والإلكتروني في مختلف قطاعات العمل والاستثمار الأمثل لدعم الاقتصاد الوطني ونظرا لما تمتلكه مملكة البحرين من تجربة متميزة في التحول الرقمي وجهودها الفاعلة في التكامل والتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي وفق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأثنين الماضي على تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي في الدورة القادمة لمدة عام واحد لسيما وأن البحرين من الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الرقمي وتملك خبرة عالية فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتعزيز كفاءة وأهليات العمل الحكومي والتعاون الفاعل مع الدول الشقيقة والصديقة وستساهم مملكة البحرين خلال رئاستها لمنظمة التعاون الرقمي في دورتها القادمة في تقديم تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والعمل على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر تحقيق قفزات تنموية قائمة على الابتكار تحقيقاً لأهداف المنظمة التي تعنى بإسراع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي ودفع عجلة التحول الرقمي ترجمة نانسي قنقر